هكذا تبدو الطرقات التي تربط الكرة الحدودية خالية من السيارات والمرة سلوكها لغير المضطر يعتبر ضربا من الجنون نحن الآن في الكطاع الغربي متجهين إلى قرية عين إبل الهدوء هنا قد يخترقه في أي لحظة أصوات القضائف والغارات هذه القرية السياحية بانتياز فيها عدد كبير من المطاعم والفنضق لكننا في مهمتنا الصحفية علينا ارتداء الدروع بعد أن استبدلت السياحة بالحرب معظم المؤسسات السياحية أقفلت أبوابها لكن السامر يصر على البقاء والعمل بعد أن هدم منزله ومطعمه خلال حرب تموز نبقينهم بالضيعة مثل ما أنت شايفي عنا رزق وبنا نسترزق يعني قد قلت لي 80% من أهل الضيعة فقلوا صحيح تقريبا 80% يعني 99% ما فيه شغل هذا بالضيعة المجاورة مش بصهم ما ينقل بالنهي يعني الله هو الحامي والوضع يعني ما بعده مثل ما بقوله تحت السيطرة شوي يعني الأزيف عم تيجي على الأطراف أطراف الضيعة وهيك أخبار يعني حركة بدون بركة ينطبق هذا على أسواق السيدة القديمة فعاصمة الجنوب قباك القرى أصيبت بشظايا الخسائر الاقتصادية زادت الضعف بالقدرة الشرائية لأنه بالنسبة لهيدول اليوم هن عايشين حالة حرب مثل الناس اللي بقلب فلسطين لا أرقام محددة عن الخسائر التي منية بها الجنوب لكن المنطقة استقطبت خلال الأعوام العشرة الماضية مصانع ومستودعات باتت اليوم تحت مرمى النيران غنوية تيم العربية جنوب لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر